سبع سنوات مضت على إنشاء الكاتب والصحفي طارق كاريزي مكتبته في منطقة باردخان الشعبية بمدينة كاركوك لتصبح هذه المكتبة جزءا مهما من الواقع الثقافي للمدينة هذه المكتبة أول مكتبة أهلية عامة تأسست في كاركوك الغاية من تأسيسها حقيقة هو الاهتمام بالثقافة عقد الصلة بين المواطن والمعرفة نحن نحاول أن نجعل القراءة جزءا من حياة المواطنين تضم المكتبة بين رفوفها عشرات الآلاف من الكتب والمجلات والصحف القديمة وبأكثر من لغة فضلا عن الندوات والفعاليات المتنوعة التي تقيمها كل حين مما يعني أن المكتبة هي بصورة عامة أشبه بالمتحف الصغير وأشبه بالغالر الصغير وأشبه بمكتبة عامة في خدمة الناس ويقول رواد المكتبة أنها باتت تمثل أحد العلامات الثقافية البارزة في كاركوك لا سيما أنها تحتوي على كتب قديمة ونادرة وأخرى حديثة يمكن شراؤها أو استعارتها مكتبة كاريس اسمه على مسمى كاريس بمعنى ينبوع وهي فعلا ينبوع المعرفة والثقافة فيها آلاف الكتب وفيها مجلات وصحف متعددة وأنا شخصيا حاليا استعارت مجموعة من الكتب من هذه المكتبة وبعد قراءتها في مدة معينة أقوم باسترجاعها وأخذ كتب أخرى جديدة ولولا هذه المكتبة العامرة ما كنا نستطيع أن نحصل على الكتب التي نريدها ونستفاد منها بجهود شخصية حول طارق كاريسي مكتبته إلى واحة معرفية يجتمع فيها محبوة القراءة لتقدم خدمة كبيرة لمدينة كاركوك ومحافظة التأميم عموما ترجمة نانسي قنقر